نريد أن نغوص في تفاصيل آخر آيتين في سورة البقرة التي تبدأ بآمن الرسول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه السلام عليكم ورحمته وبركاته سورة البقرة هذه السورة العظيمة الطويلة الباهرة الظاهرة القرآنية ختمت بأجمل ختام في العالم من كلام رب العالمين ختام مبارك وختام في قضايا يقول سبحانه وتعالى قبل هذا يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث بن مسعود البدري آيتين آخر سورة البقرة من قرأ في ليلة كفتها من قرأ في ليلة كفتها والعلماء كفتهم من كل القرآن كفتهم من قيام الليل وكفتهم من كل سوء كفتهم من كل أذى أعوذ بالله من الشتار الجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملايكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وآطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا لوسعها لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصلا كما حملت على الذين قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة النابي وعفو عنا وغفل لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قرأ يقول لله سبحانه وتعالى قد فعلته إذا قرأه المؤمن قد فعلته وفي حديث بن عباس نعم نعم في الصعيح سببها أنه أنزل الله سبحانه وتعالى قول قبلها لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لما يشاء ويعذب لما يشاء والله على كل شيء قدير أتى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا في الصحيح فجثوا على الركب قالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال بما نطيق لكن ماذا نفعل بعد هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه حاسبكم بالله ماذا نفعل يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم تريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا ويكل مصير قالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا ويكل مصير وقاموا يقولونها في السكك وفي الطرقات وفي مجتمع سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا ويكل مصير سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا ويكل مصير فجاء الله سجل هذه الكلمة للصحابة المؤمنين قال آمن الرسول يعني ثناء عليهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله لا نفرق بين حدما رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا هذا منهم أركان الإيمان قدموها وقالوها اسمع الجزاء لا يكلف الله نفساً لوسعها ما قال طاقتها وسعها يعني أقل من الطاقة وسعها لا يكلف إلا راحتها واستبشارها وفألها وأملها شيء من اليسر ليس طاقتها أقل لا يكلف الله نفساً لوسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت من الحسنات وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطان يقوله المؤمنون وهذا بشرى أن الله سبحانه لا يواخذ على الخطأ والنسياء وهي فأر حسن وهي من مضع الآثار والأغلال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطان ربنا ولا تحمل علينا إسراً يعني شدة وضيقة كما حملت على الذين من قابلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا قال قد فعلت واغفر لنا قال فعلت وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا قال فعلت ومولانا أنت مولانا فنصرنا على القوم الكافرين قال سبحانه نعم قال قد فعلت وبشركم أنها كلها بشرى وأمل وخير وكنز وإني أدعو إخواني وأخواتي لأن يقرأوا في الليلة كل ليلة إن أرادوا قبل عشاء أو بعدها أو مع الورد أو قبل النوم فهي بركة قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البكرة في الليلة كفتاء جمع النو يقول كفتاء من كما قلت من قراءة غيرها من القرآن كفتهم من الشيطان وتلبيسه كفتهم من الأذى كفتهم من كل ما يخاف ترجمة نانسي قنقر